يستعد سوق البلد التاريخي بمحافظة الطائف من كل عام وقبل شهر رمضان المبارك بالعديد من الزينة والحلي الرمضانية والفوانيس المضيئة التي تعطي انطباعا جذابا في أجواء مليئة بالبهجة والحيوية والروحانية أيضا كما يقوم سوق البلد التاريخي بالعديد من الفعاليات الاجتماعية والأنشطة المتنوعة والتي تطفي أجواء فريدة لا مثيل لها الحمد لله أن نعم في هذا البلد بنعم كثيرة ومنها هذا السوق العظيم الذي يعتبر تاريخي في الطائف وهذا السوق يعني الحمد لله الآن يظهر بصورة رائعة جميلة جدا والتجهيزات الموجودة الآن التي يظهر بها هذا السوق نفخر فيها جميعا كما ذكر الأستاذ حمدان الزايدي عن عادته السنوية في الاستعداد لشهر رمضان المبارك في الزينة التي يقوم بها بهدف إدخال السرور والفرحة على زوار سوق البلد هذه عادة سنوية دائما نعملها بمناسبة قدوب رمضان وهذا طبعا واجب علينا بلدنا يحتاج مننا أكثر من كده وهو أعطانا الكثير ونحن أعطيها القديم وبعد هذا أن أتبدأ الأعمال هذا الموجودة هدية لابناء الطائف وابناء الطائف حيث تقام في هذا السوق الأكشاك التقليدية المزينة بالزينة الرمضانية والتي تباع فيها الأكلات الشعبية والرمضانية تحت الرواش المزخرفة والمشروبيات العتيقة سنة الزهراني الطائف